الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا دول ثلاثة تستحق بجدارة لقب الفرسان الثلاثة المدافعين عن الإرهاب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري عبر عن ذلك في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نظراً لسعي هذه الدول المتواصل بطرح مشاريع وقرارات تخدم المنظمات الإرهابية في سوريا منذ الأيام الأولى للحرب الإرهابية المفروضة على بلاد سوريا تتداعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والتي باتت تستحق بجدارة لقب الفرسان الثلاثة المدافعين عن الإرهاب إلى جانب دول أخرى من خارج هذا المجلس مثل تركيا وقطر والسعودية إلى عقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية والمشاورات الجانبية بصياغها المختلفة وطرح مشاريع قرارات الواحد والآخر بطريقة أدت إلى خروج الأمم المتحدة عن أهم مبادئها ومقاصدها في حفظ السلم والأمن الدوليين لتصبح بممارسات البعض الخاطئة منبراً وأداة للدفاع عن الإرهاب في سوريا وحمايته والترويج له وتقويض التوافق الدولي حول مكافحته وحول احتجاز الإرهابيين للمدنيين في مدينة حلب كدروع بشرية لفت الجعفري إلى أن دول أمريكا وفرنسا وبريطانيا لم تبادر بأي خطوات لتحرير المدنيين من الجماعات الإرهابية التي تدعمها رغم معاناتهم وبطش الإرهابيين وإجرامهم مؤكداً على استمرار الحكومة السورية ممارسة واجبها الدستوري والقانوني في طرد الإرهابيين من حلب ومن كل بقعة على الأرض السورية لن أكرر على مسامعكم أيها السادة ما يعانيه أهلنا في مدينة حلب بسبب ممارسات الجماعات الإرهابية ولا القصص المروعة التي رواها أهلنا المحررون من بطش هذه الجماعات وإجرامها ولكنني أؤكد لكم أن حكومة بلادي بدعم من حلفائها لن تستسلم لمحاولات هذه الدول الثلاث وأدواتها لاستغلال مجلس الأمن في دعم الإرهابيين في سوريا ولن تخذل أهلنا في حلب ولن تتوانى عن ممارسة واجبها الدستوري والقانوني في طرد الإرهابيين من حلب ومن كل بقعة على الأرض السورية وفي إنقاذ السوريين من ويلات وممارسات هذه المجموعات وذلك انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وتطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بمكافحة الإرهاب شأننا في ذلك شأن أي دولة عضو متمسكة بممارسة سيادتها في هذه المنظمة الدولية مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أشار إلى استغلال الإرهابيين ودعمهم من الدول لكل فرص التهديئة السابقة لإعادة تجميع قواهم فيما التزمت الحكومة السورية بها للحفاظ على حياة المدنيين السوريين في مواجهة هذا الابتزاز السياسي الرخيص الذي يمارسه الفرسان الثلاثة فإن الحكومة السورية بدعم من حلفائها لم تتدخر جهداً منذ الأيام الأولى في حربها ضد الإرهاب في احترامها القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وممارسة واجبها في تقديم المساعدات لكافة المحتاجين السوريين وكان آخرها كما تعرفون فتح المعابر أمام المدنيين في حلب لتسهيل خروجهم كما أنها منحت الفرصة للمسلحين لترك أسلحتهم من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة وذلك في مقابل تخلي المنظمات الإنسانية الدولية ومسؤوليها بما في ذلك الأوتشا الذين لطالما تباكوا أمام هذا المجلس تخليهم عن تقديم أي شيء لمساعدة أهلنا الذين حررهم الجيش السوري من الأرهاب في حلب حتى هذه الساعة الجعفري دعا الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى أن لا تنساق وراء المحاولات الحثيثة لبعض الدول الأعضاء من داخل المجلس وخارجه لاعتماد قرارات لا تخدم إلا تقوية الإرهاب في سوريا وهو أمر لن تسلم منه أي دولة عضو في هذه المنظمة ترجمة نانسي قنقر